عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل جرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الحلقة السابع والتسعون من قائمة تطبيق اللغة الفرنسية وهذا سيساعدكم على التكلم باللغة الفرنسية واذا قلت التكلم باللغة الفرنسية فانا اعني ذلك اذا التكلم باللغة الفرنسية بسهولة قبل ان ابضأ الدرس اريد ان اقول لكم المحور الصعب في اللغة الفرنسية هو التكلم باللغة الفرنسية لذلك انا اعد لكم الدروس لتساعدكم على التكلم باللغة الفرنسية إذن الآن سأستعمل قاعدة وسأعطيكم جمل وأنتم حاولوا أن تفهموا ما هي القاعدة سأبدأ بالجمل الأولى جسوي كريم أو جسوي غشيد مثلا أنا رشيد جسوي غشيد جسوي غشيد أي أنا رشيد أو يمكن أن نقول أنت كريم أو أنت صغير جدا 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 أو أكتب إسمك جون إذن أنتم يمكن أن تكتبوا جسوي مثلا فاطمة أو جسوي غشيد أو جسوي كريم أكتب إسمك جسوي غشيد أو إذا أردت أن أقول هو صغير قلنا أنا صغير مثلا أنت صغير جدا Padر أنت صغير جدا أنت صغير جدا لست مترا أنت صغير جدا قلنا دائما تعني جيدا وإذا قلنا نقول ميشان نضيف أ وإذا حدفنا أ فإننا نقول وإذا حدفنا أ فإننا نقول إلي تخيج ميشان هو شرير جدا أو هي شريرة جدا إذا أضفنا أل أه دوزل أ وأضفنا لميشان تصبحوا هي شريرة جدا إذن هنا أشرح قاعدة قلنا جسوي أو تي أو إلي يمكنكم أن تضعوا بوز وتكتبوا ما هي القاعدة أنا أقوم بتصريف فعل أقوم بتصريف هنا فعل مهم جدا هذا الفعل إذن يمكنكم أن تكتبوا اسم الفعل في التعليق وأنا سأشرح في آخر الدرس سأقول لكم ما هي القاعدة التي أشرحها هنا إذا أردت مثلا أن تقول لشخص ما نحن أصدقاء نحن أصدقاء نصوم دي زمي نحن نصوم كنا جسوي أنا توي أنتا إلي هو نصوم نحن دي زمي أصدقاء نصوم دي زمي أو إل سن دي زمي إل سن دي زمي أو أصدقاء نصوم دي زمي نحن أصدقاء إذن الآن دائمين أتكلموا عن الحادر إذن يمكننا أن نقول أيضا إل سن لا أو نقول إل سن ش نو مانتنو إل سن شنو مانتنو إل سن ش نو مانتنو إل سن أيهم شنو عندنا مانتنو الآن مانتنو إل سن شنو مانتنو إذن هم عندنا الآن شنو شنو عندنا وإذا قلت شموا عندي شموا تاني عندي وشتوا عندك شتوا عندك مانتنو هناك من يقول مانتنو هناك من يقول مانتنو هناك من يقول مانتنو هناك من يقول مانتنو مانن يعني إذا تكلمنا عن لاغو أو اللغة العامية في فرنسا فهناك من يقول ماننو إذن اكتبوا القاعدة في التاريخ دعوا ببوز الآن واكتبوا القاعدة في التاريخ أنا سأقول لكم القاعدة هنا Je suis Tu es Il est Nous sommes Vous êtes Ils sont C'est de la conjugaison du verbe Être au présent أي تصريف الفعل يكون في الحاضر ويمكن أن تركيب جمل عديد آلاف الجمل بهذه الطريقة الآن سأمر إلى تصريف الفعل يكون في المستقبل مثلا قلت Tu es مثلا نقول في الحاضر Je suis à l'école ولكن إذا أردنا أن نقول سأكون في المدرسة أنا الآن في المدرسة ولكن سأكون في المستقبل سأقول Je serai à l'école سأكون في المدرسة إذن أ تعني في الإخول في المدرسة سأكون في المدرسة يمكن أيضا أن تقول Tu es en retard وإذا قلنا Tu serai en retard أي ستكون متأخر en retard متأخر Je suis en retard سأكون en 6e في القسم إذا قلنا أو يمكن أن نقول إذا أردت أن تقول سنكون أَلَلَى السببب مَخْنَو ستكون أسخة مع أباقي في الحاضر إذا أرخينا إقول نو سرون ألا плاجة افك نو پارن أي سنكون ألا شاتر مع والدينا نو سرون ألا PLاجة افك نو پارن سنكون ألا شاتر مع والدينا نو سرون سنكون تسورا ألا PLاجة افك votre پارن أي ستكون ألا شاتر مع والديك سوف نقول سوف نقول سوف أقلي سوف نقول سوف عبر سوف ن prosecut سوف نقول في توفيين Il est à la plage. Nous sommes à la plage. Vous êtes à la plage. Ils sont à la plage. إذن يمكن أن يكون هناك كبير جمال عادي دابي سيعمال Le verbe être au présent أو au futur. يمكن أيضًا أن نقول Vous serez à la plage avec ton frère. Ton frère Vous serez à la plage avec ton frère. Vous serez Nous serons Vous serez Setequenuna A la plage على الشاطئ avec ton frère أخيك هنا استعملت أسلوب الأدب وإذا أردت أن أقول Setequenuna على الشاطئ مع أخيكم ما أخيكم إذن Vous serez à la plage avec ton frère Vous serez à la plage avec ton frère ولكن إذا أردت أن أقول سيكونونا قلت سيكونونا 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 Au bord على حافة الماء tout كل tout كل لجوع الأيام ولكن نقول في الله العربية يوم كل يوم نقول كل الأيام إذن إذن سيكونونا أبوغدولو كل يوم إذن إذن يوم كنا نقول إذن 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 خلاس الجومال إذن رأك первية الجومال في هذا الدرس بستيعمر أعط książمره لُفريزنت أعط في ترجمة نانسي قرم نس اك Smart نحن اوull樹نا جروف ثاني نعم الآن النتون هورنا نعم الآن Sixtاي نعم الآن نعم الآن نعم الآن نعم الآن تحقق الآن الآن نسميه للموان الاب اتري place سأخر سأكون في المدرسة وإذا أردت أن أتكلم عن مثلا سأكون على الشاطئ سأكون في الشاطئ سأكون في الشاطئ يعني بعد قليل سأكون في الشاطئ ستكون على الشاطئ أو ستكون متأخر سأكون على الشاطئ نقول جسورة تسورة نسورون يسورون إذا مشاهدين الكرام أنا أحاول أن أبسط قدر المستطاع وأحاول أن أدرج العديد من الفيديوهات للتكلم باللغة الفرنسية لأن التكلم باللغة الفرنسية هو الصعب التكلم باللغة الفرنسية والمسألة الصعبة في تعلم اللغة الفرنسية ولذلك أطلب منكم أن تشاركوا الفيديو مع إخوانكم وألتقائكم أي شاركوا هذا الفيديو عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر بالضغط على باتجي أو مشاركوا إذا شاركونا الفيديو مع الجميع أو يمكنكم أيضا لمن يتحقق بنا مؤخرا أن يشاهد جميع فيديوهات برنامج تعلم اللغة الفرنسية في الثلاثة أشهر بالضغط على الروابط أسفل فيديو في خانة الوصفة وفي خانة التعليق أو بالضغط على علامة إي في على الفيديو على الجهة اليسرى وسيجد جميع قوائم تعلم لغة الفرنسي في ثلاثة الشهر أو بالضغط على لغة الفرنسيز والنزول إلى المرحلة الثانية أو إلى الأسفل لتجد جميع دروس تعلم لغة الفرنسي في ثلاثة الشهر واجهز لكم الله أخير وإلى اللقاء إلى آخر فيديو آخر إن شاء الله عزيزي المشاهد يدعمونا بالضغط على اشتراك وفعل جرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم